عمال الهيولية إلى تذكار أحكامك السمائية مع المسيح صددت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي رب يسوع إن يديهم اللتان تستحقان المسامير ولكنك سمرت بدلا عني فسمي الرجلي عن الشر وعطيني أن أحيا برجليك المقدستين رب يسوع إن جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق إكليل الشوك فاضبط فكري بأشواكك المقدسة وعطيني فكر المسيح رب يسوع أعطيني أن لا أبكي عليك بل أحمل صديبي وراءك وأتبعك كل يوم في حياة المقبلة في الساعة الثانية عشر زهرا سأذكر صديبك وأكرر تأملي وعهودي وأسير وراءك وأتضرع إليك يا مخلصي أن تقدس فكري وعواطفي وحواسي وأن تعطيني نعمة شركة ألامك المقدسة ما أقدسك ساعة أني في انتظارها في كل يوم رب هسوع أعطيني كما أعطيت القديس استفانوس أن أقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية وأعطيني كما أعطيت القديس بوليس الرسول فأقول نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل أعطيني روحك الهادئ الوديع فأحب أعدائي وفي وسط العمل في الساعة الثانية عشر زهرا سأسامح أعدائي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ربي هذه هي كل تركتك المادية التي تركتها فيا نفسي كلما قلت تركتك كلما سهل انطلاقك آه يا ناقد الهيكل وبنيه في سلاسة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله وانزل عن الصديق خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن ينخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصديق فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقزه الآن إن أراده وبذلك أيضا كان للصان اللذان يصلب معه ويعيرانه ربي إن تعيرات معيريك لم تنزلك عن الصديق وتحولك عن رسالة الخلاص فاعطيني يا إلهي أن لا ألتفت إلى تعيرات الآخرين المقصود بها انشغالي عن رسالتي وخلاص نفسي والسعي لخلاص الآخرين بل أتعلم منك الصبر إلهي من أجلك قبلت إلي العار وغطى الخزي وجهي أعطيني أن أحب التعيير من أجلك طوبة لكم إذا عيروكم وطردوكم أفرحوا أتهللوا أعطيني يا رب أن أكف عن التزمر كم مرة يا إلهي سمحت لي بإكليل التعيير وأنا رفضته وأنا رفضته أيها الرب يسوع أن الصديب كان وسيرة وحيدة للقاء اللص معك ما أسعدها ساعة وما أمتعه صديب لم يطلب اللص اليمين منهم كلص اليمين من يفهم إرادة الله فيرى أنها الوسيلة المقدسة للقاء للقاء مع يسوع عند الصديب إنها الوسيلة المقدسة للشاركة في ألام الرب فنحب الرب إنها الوسيلة المقدسة لتجعلنا لا نحب العالم فنرفع أنزارنا إلى الفردوس ونقول اذكرني يا رب في ملكوتك إنها الوسيلة المقدسة التي تحرر صلواتنا من الطلبات المادية فنطلب فقط ملكوت الله وبره يا امرأة هو ذا ابنك يا يوحنه هو ذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى حضنه العالم يفرح لقبوله الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي رب يسوع في وسط ألامك الشديدة لم تنس أمك العذراء من أجل هذا تكرمها الكنيسة لأنك أوصيت بها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني من أجل هذا نكرم أمهاتنا حتى وسط ألامنا كما كرمت أمك من أجل هذا أنا متأكد أنك لا تنساني في وسط ألامك الشديدة التي سببتها خطايا لك يا يحنى الحبيب تعلمت منك أن الذي يحب يسوع يستحق أن يأخذ العذراء إلى خاصته لتكون أما له أيتها العذراء القديسة مريم أنت أمي الحنونة كوني من خاصتي دائما إكراماً لوصية ابنك وفرحاً وسروراً لأمومتك لي إن الذي يسير مع يسوح حتى الصليب يستحق أن يأخذ العذراء أماً له لأن يحنى وحده هو الذي صار مع يسوح حتى الصليب وأنت أيتها العذراء تعلمت منك تعلمت منك الصمت تمنعي يسوعاً الصليب أيتها الأم الواعية التي لا تقف محبتها لابنها عائقاً في إتمام رسالة الخلاص الأم الواعية التي تتم من مشيئة الآب الأم التي يجوز في قلبها سيف من أجل الآلام ابنها التي يتحملها عن العالم أنني أرى أنك شاركت ابنك في الآلامه أني أحس أن التسعة وثلاثين جلد على ظهره كانت وكأنها تنزل على جدران قلبك أن الطعنة الطائشة في الجنب الإلهي وكأنها طعنت جنبك لذلك سأتعلم منك يا أمي أن أحتمل الآلام مع الرب يسوع لعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته أنك بالحق أول وأخصى من أعرف شركة آلام الرب يسوع صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني أي إله إلهي لماذا تركتني وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاة ربي لم تصرخ من آلام النفس أو الجسد فأنت لم تفتح فيها كأمام الجلدات ولا عند ضق المسامير بل صرخت عندما وقع عليك إثم جميعنا ونزل غضب الآياب عليك لأجلنا وسر أن يسحقك بالحزن من أجلنا ربي يسوع تعلمت منك أن لا أصرخ عندما أتألم جسدياً ونفسياً من أجلك ولكني أصرخ إذا ما صرفت وجهك عني بسبق خطيط لا تصرف وجهك عني وروحك القدوس لا تنزعه مني أنا عطشان يجعلون في طعامي على القمن وفي عطشي يسقونني خلا يبست مثل شقفة قوتي ولسق لساني بحنكي وفي وقت عطشك سقوك خلا وأنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك من أجل عطشت من أجل خلاص نفسي تقف محتاجاً على الماء وتقول للسامير يا أعطيني لأشرب وأنا الآن أسمع صوتك لي على الصديق تعالى تعالى إلي أنا عطشان لكن رب ياسوع إنها تشك لا يرويه الماء ولا الخل بل ترويه توبتي ترويه توبتي ورجوعي إليك تحت أقدام الصديق حيث تبقى هناك عطشان ربي أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لم يعطش إلى الأبد فبعد ذلك تعطش إليه إنها محبتك لي أنا الساقط لا تبخالي على حبيبك المصلوب أن تروي نفسه بالرجوع إليه ربي ها أنا بين يدهك اوقع العنقي واحتضني وقبلني ثم إني أستطيع أن أقدم لك ماء للشرب عندما أدعو نفوس إخوتي البعيدين عنك إلى التوبة والرجوع إنه عمل هام يشبه عطشك ويخفف ألام صليبك أعطيني يا ربي هذه النعمة أن أروي عطشك لقد لا سقالي سهنك بحنكك لقد عرفت معنى الصوم حتى العطش من أجل خلاصنا من أجل هذا علمني أن أصوم يا ربي حتى العطش من أجل نفسي ومن أجل البعيدين عنك إني أحب الكنيسة القبطية الأرسزوكسية التي تعلمني أن الصوم يجب أن يكون انقطاع كامل على الأقل حتى الساعة التاسعة ثلاثة ظهرة وهي نفس الساعة التي طلب فيها الرب قطرة الماء إنه حب الكنيسة اليسوع المصلوب عريسها يجعلها تشاركه عطشك من أجل أبنائه ومن أجل توبتهم أعطيني يا رب أن أعطش لا اترارا ولا ألما ولكن فرحا وحبا ومشاركة في صديبك ربي أسجد لك شكرا لقد أكملت كل شيء عني أكملت ناموسك عني قلت ينبغي أن أكمل كل بر وضعت ذاتك وأخست شكل العبد وبارقت طبيعة فيك وأخست جسدي ما خل الخطيئة وحدها جعت وعطشت وصهرت وأكلت وشربت ونمت وبكيت وتألمت وتهلنت بالروح من أجل هذا يا سيدي باركت أكلي وبوعي وباركت نومي وسهري وباركت دموعي وأفراحي كنت لي راعيا صالحا كنت تقول تصنع خيرا وتشفي كل مرض وهبت النظر للعميان وأقمت الموت من القبور وأريتني القيامة من سقطتي هذا ما صنعته مع السامرية والمرأة الخاطئة وزك واللس ومعي أنا أيضا في سقوتي وأخيرا حولت لي العقوبة خلاصا وارتفعت على الصليب أمام العدل الإلهي لتكمل عقاب خطيتي بالجسد من أجل هذا صرخت إلى الآب قائلا قد أكمل لقد ارتفعت يا مخلصي على الصليب لتصحق الشيطان وتحررني من عبوديته من أجل هذا صرخت نحو مهنئا قائلا قد أكمل وارتفعت على الصليب معلنا أنك أتممت مشيئة الآب وصالحتني معه وصرخت نحو الآب قائلا قد أكمل من أجل هذا وقفت على الصليب بيني أنا على الأرض وبين الآب السماوي مصالحا وقائلا قد أكمل ربي أسجد لك شكرا لقد أكملت كل شيء عنه من أجل طاعتك لأبيك ومن أجل محبتك لي ومن أجل محبتك لي ترجم للقناة